أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطية على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف مشيدا بالتعاون القائم بين مصر ومكتب المنصقة المنصقة المقيمة للأمم المتحدة في القاهرة مؤكدا على عزم مصر الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع بدورها في الحفاظ على السلم والأمن الدولي وخلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ثمن وزير الخارجية موقف الأمين العام أنطونيو دوتاريش منذ بدء الحرب على قطاع غزة وتمسكه بضرورة وقف إطلاق النار ومن جانبها أشهدت نائبة دوتاريش بدور مصر الفاعل منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في قطاع غزة كما ثمنت التنسيق المتواصل بين مصر والمنظمة الأممية لدمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأعادت التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار معربة عن أملها في أن تسفر بهود الوساطة المصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر هدفها المنشود اشتركوا في القناة